السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة كتاب اكسلنت. آآ لمنهك كناكت آآ سنة ستة. آآ ان شاء الله هنحلم مع بعض التدريبات بتاعة كتاب كناكت للصف السادس. آآ نبدأ باسم الله. معنا النهاردة طبعا الوحدة الاولى آآ آآ هنشوف التدريبات بتاعتها. الكتاب دلوقتي معنا صفحة تسعة. آآ آآ اول تدريب معنا هنا. عشان اشوف كويس ايوة كده. اول تدريب معنا النهاردة. lesson and complete. lesson and complete. تمام. آآ ده على الدرس الاول. هو مبدئيا آآ سؤال الاستماع ده. يعني بينمي عند الطالب مهاردة ان انا اسمع وبعد كده اطبك لانه هو اكتب يعني. فهو مش للقراءة. هو طبعا اللي عايز يقرأه صفحة تلاتة وتلاتين في الكتاب معنا في كتاب صفحة تلاتة وتلاتين موجود نص الاستماع بتاع الدرس الاول ده. آآ تمام بس احنا مش عايزين نقرأه. احنا عايزين نحاول نسمع. وانا هارهون كم واحدة واحدة كده علشان نتضرب على مهارة الاستماع بمجرد ما بنخلص الكورس بتاع الكتاب ده كله. نكون نقدر بقى نسمع آآ انجليش كويس ونشوف الكلمة اللي نقصى ونكملها ونفهم المعلومة من خلال بس الاستماع مش لازم يكون النص مكتوب قدامي. تمام. تعالوا نشوف كده اول سؤال معنا. آآ طبعا يفضل ان الطالب في الاول كده يقرأ آآ الاربع جمل دول قبل ما يسمع علشان حتى يبقى عارف احنا هنحكي في ايه بالظبط. آآ فهنا عندنا النمبر مان. ماريام is my واعمل اللي space نقط يعني. فانا كده فهمت ان هيتكلم عن حد اسمه ماريام. بس مش هتبقى كل المعلومات الجديدة هاخدها من الاستماع لا انا بحضر كده كأن انا كطالب قاعد بحضر. هي بتحب بتزرق. space. she takes the seeds from آآ بتاخد الجذور من ايه من حاجة معين. tomates are not before they are red. تمام. بس. انا كده كطالب عملت الخطوة دي. وقاريت الاربع جمل دول. كده انا مجهز نفسي للاستماع خلاص. انا قبل ما الميستر او الميست بتاعتك تتكلم عن مصر استماع وتسمعوني فهمت انه هيتكلم عن حد اسمه ماريام وبيحب بيزرع حاجة معينة. والحد ده بياخد البزور بتاع الحاجة اللي بيزرعها مش عارف من ايه. والطماطم كده عارفنا انه بيتكلم مع الطماطم. شايفين واحدة واحدة كده نفهم لوحدنا حتى من قبل الاستماع. والطماطم دي بيتكون مش عارف مالها قبل ما تبقى لون هاحمر. تمام. فبكده انا عملت تجهيز واقدر دلوقتي اسمع للمس بقى وافهم منها كويس. يلا بقى هنسمع نص الاستماع. قدروا كده اسمعوا. ماريام is my cousin. she likes to grow tomatoes. she takes the seeds from a tomato to plant new tomatoes. she says tomatoes are green before they are red. انا قارتها كده على بعضوهم. انا بقى كطالب هعمل ايه? مش هستنى المس لما خلص. وتقول انا خلصت خلاص وانا ابدأ اجاوب. لا. انا بمجرد ما سمعت الاجابة بتاعت الجملة بتاعتي. فعلى طول بروح اكتب. تمام? هاراها تاني بقى. هتخيل نفس ان انا طالب قاعد اهو باسمع المس. واسمع المس فايه? سمعت الاجابة بتاعتي فكتبتها على طول. مش هستنى لما تخلص خلص وطول انا كده خلصت. اكي? هبدأ تاني يلا. ماريام is my cousin. كده الطالب سمع كلمة كزن. فخلاص بقى هيبدأ يعمل ايه? يبدأ يتعامل هنا ويكتب كلمة كزن. خلاص. ماريام is my cousin. المس هتكمل. she likes to grow tomatoes. طيب الطالب سمع tomatoes. tomatoes. تمام? she takes the seeds from a tomato. تمام? tomato. she says tomatoes are green before the red. تاني. tomatoes are green. بس واحدة واحدة بتابع معاها. لغاية لما بفهم ايه بقى اللي هي بتقوله وبكتب الاجابات بتاعتي. كده. انا الحمد لله تابعت معاها وزبطت سؤال الاستماع قبل ما هي حتى تبدأ. اوكي. يالا بقى نروح للسؤال التاني. كده الاستماع بتاع انتهى. خلاص. دلوقتي بيقولي choose the correct answer. انا بنفسي كطالب هقرأ واحل. تمام? number one. the garden project is a good place to make new. طبعا انا لازم ابقاري الدرس كويس. لان انا كل ما ارى الدرس مش هاحفظه. انا بحفظ الكلمات. بفهم العبارات المهمة. تمام? وباجي بقى لجومة المعينة. من خلال القرآن كتير انا فهمت الموضوع. يعني مثلا الطالب اللي قرأ الدرس الاولاني. فهم. يعني ايه جرين اه جرين ارياز. يعني ايه كوميونتي جاردن وايه لازمتها والناس بيزرعوا فيها ايه وكده يعني فالطالب كلغة عربية حتى مش كلغة انجليزية. كلغة عربية فهم الموضوع كله بيحكي عن ايه. ممكن يحكيه الصحبه باللغة العربية. بعد كده بنحفظ الكلمات. بنقرأ الدرس مرة مرتين تلاتة. فبتيجي معنا الجمل بقى واحدة واحدة. تمام. the garden project يعني مشروع الحديقة. is a good place to make new. هو مكان حلو او مكان جيد علشان نكون ايه? طبعا الطالب اللي حافظ make friends يعني يكون صدقاتها طبعا للدنيا سهلة وحلوة كده وبسيطة يعني ما فياش فاش اي تعقيد. تمام? يبدي الايجابة الاونية عندنا كلمة friends make friends. بحفظ الكلماتين مع بعض make friends يعني يكون صدقات. طيب number two. the plants also help to clean them. النباتات ايضا بتساعد فيه تنظيف ايه بقى? in the air. طيب. اللي طرح حتى من سنة رابعة ومن سنة خمسة عارف ان انا بتدي بتنظف لنا ايه? بتنظف لنا air. air يعني هواء. تمام? فهنخلي بقى انا بقى كده. الاجابة بتاعتنا هنا كلمة air اللي هي c. طيب. we space and fruit for people. احنا بنعمل ايه للخضروات والفواكه للناس. يا طرح احنا بنعمل لهم ايه? اه اه. grow. الطلب اللي حافظ كلمة grow vegetables. grow fruits. يعني معنى كده ان انا بزرع الحاجة دي. فاحنا بنزرع الحاجة دي for people. تمام? community gardens are good for peoples. ال community gardens اللي هي الحضاك الجمعية او المجتمعية جيدة لإيه للناس بها? هتقرأ الاجابة هتلاقي ان اقرب واحدة ليهم health يعني صحة. فهي حلوة لصحة الناس. the community garden is a big not space. دي رقم خمس. بقولك الحضيقة المجتمعية هي big space. طبعا تعريف بسيط لازم الطالب يتأكد كده ان هو حافظ. انا قلت لك يعني ايه يا حبيبي community garden? هتقول هي big green space. يعني big green space يعني منطقة خضراء كبيرة. ليه هي green? علشان بنزرعها. فاللون الاخضر ده جاي من لون الزرع. يعني احنا ما جبناش لون اخضر كده. ولولنا به المكان. لا هو بيبقى green عشان احنا بنزرع plants. vegetables and fruits. تمام? فانا كطالب لازم ما بعرف ان ال community garden هي ايه? تلات كلمات. big green space. big green space. تمام? الحمد لله كده خلصنا سؤال الاختياري. هننزل بقى على read and match. التوصيل. طيب. هنقرأ كده الجنبين ونشوف مين اللي هيطلع لجملة آآ لها معنى يعني. we can harvest. نحن نستطيع ان نحصد. طب احنا بقى هنحصد ايه? تعالوا نشوف الناحية التانية نشوف اكتر واحدة مناسبة هنا لكلمة نحصد. ايه? a great place to meet people. مكان عظيم لمقابلة الناس. twenty kilos of vegetables. عشرين كيلو من الخضروات. community garden. حديقة مجتمعية. are you? وده على شكل سؤال فانا لازم ابدأ بكلمة استفهام يعني. for people's health. من اجل صحة الناس. تمام? والله يا الله كده مع بعض. يا ترى مين هي اكتر واحدة كده تديني جملة حلوة آآ 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 في 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 الجمل دي. we can harvest. نحن نستطيع ان نحصد بنحصد اللي بنزرعه. فهنا بيقول لك twenty kilos of vegetables اشرين كيلو من الخضروات. آآ آآ احنا زرعنا خضروات. طبعنا عشرين كيلو فاحنا عصدناها. بس خلاص. يبقى انا كده كده هتروح فين? هتروح عندي بيه علشان تعمل لي الإجابة الصحيحة. تمام? فاحنا هنروح نعمل ايه? هنجيب كده الكتابة ونكتب هنا طبعا احنا ممكن نوصل عادي يعني ما فيش مشكلة. احنا ممكن نوصلها ما فيش اي مشكلة. فأنا كده جات لي هنا. تمام? يلا نشوف number two. that's good. هزا جيد. جيد ايه بقى? هتلاقي مكان لمقابلة الناس ولا community garden. are you for people? هزا جيد من اجل صحة الناس. بس فهي كده هتيجي مع الاخيرة. تمام? طبعا مش هيسعفني هنا الا فهم للدرس وحفظ للكلمات. هو ده الحاجة الوحيدة هتيجي معي. اللي هيقرأ الدرس مرتين تلاتة هيلاقي نفسه. هي هي دي جملة الدرس. بس اسامل الجملة نصين. community gardens are. يعني الحضاق المجتمعية تكون. حاجة المجتمعية دي تكون ايه? مكان حلو للزراعة? مكان حلو لمقابلة الناس? وهكذا يعني. اللي قرأ الدرس هيعرف ان هي great place. يعني مكان عظيم ان انت يعني تقابل الناس. ودي بقى اجابة بتاعتي رقم three. number three. اوكي. طيب. اللي بعده. I work in a. انا اعمل في ايه? انا مش فاضل للا سي و دي. community garden ولا are you? الطربي الشوطر بقى هيقول لي بص هو انا مستفقد are you لان انا قرأتهم كلهم الاربع كده مش شايف فيهم ولا كلمة استفهام. فare you دي عايزة سؤال زي مسلا يقول له واحد how are you? how old are you? وهكذا. فما فيش هنا كلمات استفهام تمام? فمش هنشك خالص في دي. فكده دي برا الحسابات بتاعتنا. I work in a. انا اعمل في community garden. يعني حديقة مجتمعية. وبكده احنا خلصنا الا اربعة. تمام? هذه الاجابات بتاعتنا. طيب. انا ممكن طبعا كطالب في امتحال او في 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 اي تدريب. نحن لهم بالتوصيل عادي. يعني انا ممكن we can harvest. اروح تواني كيلوز كده عادي مفيش مشكلة. that's good for people's health. community gardens are a place a great place to meet people. I work in a community garden. ماشي. بس هو احنا الشكل العام كده مش مش حلو. لكن انا لو اممتوا فيش مشكلة طبعا. تمام? نشير بقى دول. وخلاص احنا عرفنا كده الاجابات بتاعتنا هي الناحية التانية جميلة وممتازة. ممكن برضو ان انت تكتب عند هنا تكتب الحرف يعني انا دي خدتها باي بي بي. نكتب هنا بقى حرف البي. عادي برضو دي. اه طريقة تاني. that's good. هذا جيد. وهكذا نكتب الحرف بتاعتنا كده. وهكذا. طيب. يلا بقى نروح بتاعتنا. القراءة بتاعتنا. وطبعا كلنا عارفين ان الغلط من بتاعتنا مش الترجمة. دي مش قطعة ترجمة. تمام? دي قطعة فهم. يعني حاول اقراها وافهم على قد ما اقدر. هي بتحكي فيه. ممكن تطلع لكلماتين تلاتة انا مش عارف معناهم مش مشكلة. ممكن اخل منهم وممكن اسيبهم عادي من غير ما افهمهم. تمام? تمام. يلا بقى نشوف قطعة الريدية بتاعتنا. اول حاجة طبعا احنا ممكن اه الطالب يقرر لاربع اسئلة كحب استطلاع. تمام? اللي هو ايه? مسلا اه انا عايز اعرف بتتكلم عن ايه سريعا كده. فبيقولك انا دي نومبر ون. السنة دي احنا عندنا ايه وبلح. فانا انا كده عندي حب استطلاع اعرفهم يا طرح. زرعين بلح وايه تاني? وبرتقال ولا لمون ولا تين ولا بنانا زموز وهكذا. تمام? ماشي. نومبر تول. انذا احنا بنبيع الخضرات فين? في مكان معين. انا عندي حب استطلاع يا طرح بيبقوها في الماركت. ولا بيروح المدرسة يبقوها. ولا في النادي. ولا في الحديقة برضو. تمام? فانا بقرأة هنا من ناحية حب استطلاع بس ان انا ابا نفسي اعرف المعلومات البقية ايه. what's the community garden? ايه هي community garden? الطالب المساكر كويس ممكن ما يحتاجش هنا يبص القطعة لان احنا عارفنا ان ايه اه? big green space. يعني ايه مساحة خضراء كبيرة. نومبر فور. why are roof gardens good for people's health? ليه? ال roof gardens. الحضاق اللي على السطح دي. حلوة لصحة الناس. اكيد احنا عرفنا من شوية ان هي بتنضف لنا ال air. فدي حاجة حلوة لصحية بتديني اكسجين. وهو كده ريحته حلوة زي ما بنقعد في الزرع. بس. كده انا حب استطلع بتاع خلص. يلا بقى نروح ايه للدراسة بتاعتنا. اه. انا بيقول بيعرف لك الحضاقة المجتمعية. a big green space on the roof of an apartment block. تمام. كده الطالب اللي عند حب استطلاع يعرف ايه هي الكميونيتي جاردن. جت له الاجابة خلاص. ان الكميونيتي جاردن دي. big green space. يلا نظللها بقى. ماشي. علشان. اه. انتوا بقى هي دي الاجابة بتاعتي. ممكن اقف عند space وممكن اكمل للاخر. تمام? يعني انا كده وقفت عند space انا ما عنديش مشكلة اجابتي. تمام وسلم ومفهاش اي مشكلة. that's number one. تمام. number number four. اوكي. يبا ده number four. um. on the roof garden of an apartment block. we grow vegetables بنزرع خضروات to eat. نقولها. and sometimes we sell them in the market. وساعات بنبيعهم في الماركت يعني في السوق. خلاص عرفنا هنا بتتبع فين بقى. خلاص. كنا عندنا حب استطلع نعرف هي بتتبع فين. in the market. يبا العجابة بتاعتنا اي. حلو خالص. نرجع للكطعة بتاعتنا وقفنا عند كمية ماركت. we usually plant tomatoes بنزرع ايه? tomatoes, peppers, onions, lettuce. ما ايش ايه اللي هي? tomatoes, فلفل, بصل خاص. والحاجات دي مالها. شرطة كده بيفهمنا الحاجات دي وضعها ايه? things people eat all the time. الحاجات اللي الناس بتاكلها طول الوقت. حاجات الناس محتاجها على طول. sometimes we also plant fruit trees. ساعات بنزرع fruit trees. يعني اشجار فكهة. this year we have lemons and dates. اه ده انا كان نفسي اعرف مع البلح كانوا بيزرعوا ايه? كتب لي هنا lemons. بس خلاص عرفت انها ايه? lemons. اه دي اجابتين. كده انا جوبت تلت تلت جمل يعني. فاضل لي واحدة بس سؤال واحد وخلصت الروف غاردنز كمان بتساعد بتنظيف الهوى في المدينة. so that's good for people's health. ولذلك ده كويس لصحة ال people اللي هما الناس. بس خلاص عرفنا هما ليه حلوة لصحة الناس? علشان هي بتعمل clean the air in the city. the air in the city. دي بقى اجابة السؤال الاخير بتاعنا. هناخده من الاول هنا لهنا كده. the air in this city. دي اجابة number four. ماشي? خلي بالكم احنا هنا كتبنا هنا four. لأ هي دي المفروض كانت ايه? كانت three. احنا كده لأ كتبناها four بالغلط كده هي دي المفروض. طبقا three. وعندنا هنا four. اه هي. لو حد كان صح معايا. حتة دي عدت مني. لو حد كان صح معايا هيعرف وقول يا مستر لأ ثواني دي three مش four. اه ماشي مين اللي كان صحي بقى? يقول على نفسه يا مستر انا كنت صحي وعارف ان انت هنا لما كتبت four كان قصدك three. تمام? طيب اللي بعده. وي عاوزين هنا بقى ترتيب. الترتيب ده برضو عايز مني طالب. قرأ الدرس كويس وحافظ الكلمات. وعارف ان الجملة بتاعت في اللغة الانجليزية فاعل فعل مفعول. فاعل فعل مفعول. تمام? اه وي يعني احنا وكاتب لي. عايز اقول ان احنا عادة كده بنزرع الطماطم. تمام? فانا هنا لو بدأت بفعل فعل مفعول. تعالوا نعمل القالة بتاعتنا دي. عايزين دايما نمشي. يعني الجملة دايما الجملة الخبرية دايما في اللغة الانجليزية بتبدأ باسم مش بفعلي. يعني انا هنا مش هبدأ بكلمة يعني ازرع. وهو كده كده بيقول بكلمة وي. وي اللي هو نحن. طب بايزين نجيبها باللون كده اه زاه شوية علشان نشوفه. ماشي مش وحش ده. وي. اوكي. اه ولا خلينا في خلينا في الاخضر احسن. علشان انا شايف الازرق ده مش باين برضو. هو الاخضر كان مش وحش برضو. اوكي. طيب هنا هنبدأ بكلمة وي. يعني نحن. نحن فاعل الفعل بتاعنا بنعمل ايه? بنعمل بلانت. بنزرع ايه? المفعول بتاعنا توميتز. طيب انا ماشيت بالقعد اللي بتقول اه فاعل فاعل مفعول. بس لقيت عندي كلمة زيادة هنا كلمة فانا هاب بعرف بها اذا اكرة القعدة بتاعتي. لما هاخد القادة بتاعت الظروفة التكرارية يطرق الظرف الظروفA usually يعرف ان ده طبع حاجة اسمها الظروف التكرارية. الظروف التكرارية دي بقى اللي هي ايه? الحاجة اللي بتقولي انا بكرر الحاجة كم مرة? تمام? يعني عادة هتعرف ان الظرف التكراري بيجي قبل الفعل العادي في الجملة. انا عندي فعل عادي وعندي فرب تو بي. فرب تو بي اللي هو ام واز وار. هنا ما فيش ام واز وار. يبقى الفعل اللي عندي ده الفعل الاساسي ده عادي. طيب يا طرى في الظرف التكراري كلمة اخواتها. احنا هنعرف برضو لما هندرس هنعرف ان اخوات زي ايه? always sometimes usually often never. الكلمات دول هم اخواتها. كلهم بيتطبق عليهم نفس القاعدة. اللي هو لما يكون عندي فعل عادي زي كلمة اي اي فعل من الافعال دي مع عادة فير بيتو بي ام واز وار. تمام? وزوار طبعا في الماضي. هدي الافعال اللي ها فعل يكون. لما يكون عندي فعل زي كلمة فعل عادي. بجيب الظرف التكراري قبل الفعل ده. يبقى انا قبل ما اكتب كلمة ايه? usually. اللي هي معناها ايه? عادة. usually بس? لا. usually او اي اخت من اخواتها. never وalways وsometimes وoften وهكذا. اكي? هدي جملة بتاعتي. we usually plan tomatoes. ننزل على بعدها. it's انها تكون. اللي هي it is. انها تكون. it's هي it is. انا هكتبها بدنفس الطريقة اللي الكتاب كتبها. لانها برضو ممكن نكتب الاختصار او الشكل اللي هو الطويل ده. it's. مين فاكر الكميونيتي جاردن دي قبار عن ايه? انا لما بحفظها بتريحني. كانت ايه? a big green space. a big green space. بس كلا. مين هي اللي بيت green space للطالب المركز معايا? الكميونيتي جاردن. تمام? يلا بقى نبدأ بالسؤال بتاعنا. طيب. السؤال لازم نبقى عارفين الشكل الاساسي للسؤال. انا هكتبه هنا على جانب. علشان لما نحب نكون سؤال نبص اللي احنا كدونا على جانب. عندي هنا كلمة what. مش هكتب what كاملة. انا هكتب اي كلمة بتبدأ بwh اللي هي what واخوات اللي هم مين? where? when? why? how? كده يعني. كي? بجيب دي. ولو انا بتكلم بقى في زمن المضارع البسيط. بجيب بعدها do او does. بعد كده بجيب الفاعل بتاعي. الفاعل اللي احنا بنسميه subject. انا مش هكتب الكلمة كلها علشان ايه? اه يعني انا نكسبه صح. بعد كده بروح هجيب. ايه الانفينيتف ده? اللي هو الفعل في المصدر. اهي علشان نشوفها. بعد كده بقى بكمل وما ننساش علامة الاستفهام في الاخير. تمام? طيب. يلا نعمل كده وخلي بالكم من حاجة هنعملها هتعملها زي usual. في حاجة معينة هنعمل. طيب. هنبدأ بكلمة what. كتبنا what. وبعد كده do او does. هو كتب لي do. بعد كده الفاعل بتاع اللي هو اللي هو ايه? يعني ايه فاعل? يعني ايه فاعل? يعني ايه. واحد من السبعة دول او الاسمي بتاعتهم. ماشي? طيب كتب لي كتبناها. بعد كده الفاعلة في المصدر. عندي كلمة يزرع. طيب انا ماشي على القاعدة ها. ماشي? كتبت what do you grow? ماذا انت تزرع? زادت علمي. عندي كلمة يعني اشياء. يا طرح حطوها فين? بص بقى. انا عندي لما احب بقول لحد ايه لون حاجة معينة بقول له what color? ايه وقت? ما مقاس? ما الاشياء? فكلمة هتيجي مكانها فين هنا? بقى عندي بعد كلمة يعني ما الاشياء? ده يجروا اللي انت بتزرعها. بس كنت خلصت جملة بسيطة جدا وسهلة يعني مش محتاجة ان احنا اه ان احنا لغبة تدينا عشان كلمة تمام. هنيجي بعد كده بيقول لك ابدأ بكلمة برضو في كلمة هنسيبها للاخر ونحط مكانها بعدين. طيب احنا بدأنا بوي. ويعني نحن عايزين الفعل اللي بنعمله. آآ آآ نستخدم وفي برضو. فانا طبعا هقرق جملة كده واشوف هي ماشي ازاي يعني برضو انا اللي بيحكمني المعنى يعني احنا بنزرع ايه النباتات. بعد كده بنستخدم المواد الكيميائية. طيب. اللي ذكر الدرس هيعرف ان هي قالت ايه? البنت اللي كانت بتتكلم. قالت احنا عمرنا ما بنستخدم المواد الكيميائية علشان نزرع النباتات بتاعتنا. ماشي? فهي قالت ايه? we never يعني نحن ولا use نستخدم chemicals المواد الكيميائية. لكي نزرع النبات. لكي اللي هي كلمة to ويزرع النبات اسمها grow plants. بس كده. طيب انا كنت هعمل ايه? كنت هكتبها كلها من غير كلمة never. واسألكم يا تارة الظرف التكراري never تخطوه فين? علشان انتوا تقولولي قبل الفعل. تمام? مسلا لقيت ان الجملة عايزة قراءة ونفهمها وهي موجودة عندي في الدرس فقلت نحلها ايه مع بعض. طيب. يلا هنا مين فاكر? آآ الجملة هي بتاعت دي. يلا ننزل بها لتحت شوية كده عشان نشوفها. اهو تحت خالص. اللي هي ده بتاعتي. اللي هي الكلمة اللي بتبدأ بالحرفين دول. عندي بقى كلمتين من النهاردة. عندي كلمة اهو كتبناها. ماشي? معلك لا دو او كتب لي ماشي. الفعل بتاعي. بس مش كاتب غلا واحدة من دول. بس بدل شي كتب لي ماريام. ماشي ما في المصدر. عندي الفعل جو يذهب. اتفضلت معايا اون وفرايديز. بس خلاص ما هي اون بتيجي قبل الايام. يعني هي راتبت نفسها اون فرايديز. اين ماريام تذهب ايام الجمعة. طيب. عندنا هنا بقى. آآ هنشير بقى ده خلاص. نحن كده خلاص الدرس ده خلاص قربنا نخلاصه يعني. فمش محتاجينها ده خلاص. نبقى نكتبها. او التقرار هيجيب معاكم برضو. وتلاقوا ان شاء الله الدنيا يتظبطت شوية في الترتيب. آآ واحدة واحدة. آآ جايب لي هنا. اكتب باراجراف من خمسين كلمة عن الكميونيتي جاردينز. هو ال ال باراجراف موجود عندك بقى في الكتاب. آآ بس لو طالب يعني احب ان احنا نكتب طريقة مبساطة اكتر من كده. يكتب لي في الكامنتز من تحت في التعليقات كده. يكتب لي ان انا عايز ال باراجراف واحدة واحدة وبطريقة اسهل. آآ ونشوف ان احنا نكتبها مع بعض. لو انت مكتفي بال بالنص بتاع كتاب المدرسة تعرف تطلع منه النقاط سهلة كده وحلوة. او برضو في كتاب اكسلنت موجود ال اهم يعني اللي في المنهج موجودة في الكتاب ممكن. آآ تستعين بالباراجراف موجود هناك. اما لو انت عايز تمشي واحدة واحدة معايا اكتب لي في الكامنتز من تحت تحت الفيديو كده في التعليقات. اكتب لي ان انا عايز ال باراجراف واحدة واحدة وانا بازد الله بنعمل لك فيديو آآ للباراجراف آآ اللي واحدة وكده. نشوف في ال باراجرافز بتاعت الواحدة كلها حتى. تمام. خلاص سبنا من ال باراجراف تلوقتي وتعالوا ننزل العالم. بيقول لك هنا يعني ضع علامة التركيم للجملة التالية. انا هنا مش شايف الا علامتين. شايف علامة الحرف الاس لما يبقى وقف لوحده بيبقى عايز من فوق كده. ماشي? وشايف ان الجملة دي مش محددة نفسها. انا جملة خبرية ولا استفهمية. فهي كده محتاجة مني في الاخر. يقيمة فلسطب نقطة او علامة استفهم. تمام. واحدة واحدة نقراها ونشوفها هي الجملة خبرية ولا سؤال. انه من الجيد ان تزرع نباتات. هل حد سألني لا? يوبا خلاص دي اخرها نقطة. كده انا عرفت ان في الاخر نقطة. والعلامة التانية اللي هي الايه? الاباستروف اللي قبل حرف الاس. يولا بقى نكتب. حرف الاي. طبعا الاي زي ما انتم شايفينه هو كده معمول كابتل. يعني في الكمبيوتر بيكتبه هو كابتل بالشكل ده. انا علشان كطالب كده بحب بكتب الاي ايه? شرطة فوق وشرطة تحت على الاي. ماشي اكتبها. هي جميلة خاص? مشي. بس هو الكمبيوتر الخط اللي احنا بنستخدمه ده. دلوقتي بيستخدم الاي كابتل بالشكل ده. عشان ما حادش يقول لا دي كده سمول وعايز خط فوق وخط تحت. حط انت بقى الخط الفوق الخط تحت. ادي هنا انا بحط الاباستروفي. اللي هي عاملة زي الضمة كده صغيرة بس من فوق. ادي اتس. بسيب مسافة وكتب بخط حلو. ما لزقش الكلام في بعضهم. اسيب مسافة. اسيب مسافة. نسيب مسافة. لازم نسيب مسافات. علشان نعرف حتى على اللي نعدي الكلمات اللي مكتوبة كام. علشان نعرف ان الكلمة بديتها فين ونهيتها فين. طيب احنا اتفقنا ان دي جملة خبرية يعني عايزها في الاخر اللي هي الايه? النقطة. نجيبها هنا في النور كده عشان نشوف كويس. قدي النقطة في الاخر. الجملة بتبدأ بكابتل هي اساسا نبدأ بكابتل. حطينا من عندنا احنا الايه? حطينا من عندنا الاباستروفي دي وحطينا الفلسطاب. وبكده احنا خلصنا الدرس الاول من الوحدة الاولى. طيب. اه تعالوا بقى معانا في لسن طيب زي ما احنا شايفين لسن طو نحن دائما نعمل بجد. تمام. عندنا هنا طبعا الكلمات اه بتاعت الدرس معانا اهي. اه الافعال والقطع القراءة بتاعتنا بتاعت كتاب المدرسة وهدي الشرح بتاعنا بتاع الكواعد النحوية اه اللي اتكلمنا عليهم ظروف التكرار اللي ما كانش اخد باله معايا في الدرس الاول عن حكاية مكان ويوجولي وكده اللي هما دول هما دول الظروف التكرارية هتتضح الامور بقى مع دلوقتي وهيعرف ايه قصة واخوتهم. طيب. عندنا هنا تدريبات على بعد ما تقرأ الدرس كويس. تعال بقى مع بعض نحل التمارين دي. طبعا المفروض ان انت بتحل التمارين لوحدك وتيجي تصحح دلوقتي معايا مش بتشوف الحل ايه وتحل. تمام? فانت مفروض ان انت بتجاوب مع نفسك وبعد كده بتتأكد اجاباتك صح معايا ولا لا. طيب. اه دلوقتي الطالب احنا المفروض معانا صفحة اه ففتين. بيج ففتين صفحة خمستاشر. اه معانا تدريبات على المضارع البسيط. number one. هو بيصحى الساعة ستة صباحا كل يوم. تمام. طبعا انا كطالب ببعارف ان انا المضارع البسيط عندي يعني مجموعتين. مجموعة هي وشي وقت ومجموعة اي وي ذا يو. المجموعة بتاعت هي وشي وقت لازم في الاسبات ادور على الحرف الاس في اخر الفرب بتاعي. مع هي وشي وقت. اما اي وي ذا يو. لأ دي عايزة ايه? عايزة مصدر. يعني الفعل بدون اي اضافة. تمام? يبقى انا مع هي بادور على الفعل اللي فيه اضافة الاس. تمام? يبقى الاجابة بتاعت هي بيه. هي ويكس ابي يعني هو يستايكز الساعة ستة كل يوم. نفس اللي قلناها هي وشي وقت عايزة اضافة الاس. فانا هنا هاخد الاخرة حرف الاس. طب الجملة معناها ايه? هي بتروح السرير. يعني هي بتروح تنامسة عشرة. نقط براكفست ات ناين اكلاك. عايزة فعل في المصدر. طيب. اه ممكن انا كطالب اطلقبة. طبعا مش عارف هي. الاولى هي المصدر ولا التالتة. ايه? ولا سي. انا مش عارف هي المصدر? ما المصدر عندما فعل بدون اضافة. اونا شايف ان اولى من غير اضافة. والتالتة من غير اضافة. طيب عقول لك بقى عشان تعرف الفعل في المصدر هتعمل ايه? بص ركز معين. هتبص للافعال اللي معك في الاختيارات كلها تعمل ايه بقى? هتبص للفعل اللي اخره تشيل منه وتشوف اللي اطلع لك. يعني انا مسلا ادي عندي اهو في بي فعل مضاف له اين جي شلتها. طيب لو لقيت فعل اخر اي دي شيل منه اي دي. لو لقيت فعله قدامه كلمة تو. شيل كلمة تو. وبص بقى على اللي تبقى معاك. هو ده المصدر. يبقى انا الفعل لو شلت منه الاس او ال اي دي او ال اي ان جي او كلمة تو من اوله دي كلها متزمع احنا الاضافات. والمصدر يعني فعله بدون اضافات. فانا هشيل الاضافات دي واشوف اللي طلعلي بقى. اللي طلعلي ايه? بص كده. لما شلنا من بي الاضافة ال اي ان جي طلعت هاف ال اي اي في دي. يا طرح هاف دي. هي شابه هاذ ولا هاف دي. اه شابه هاف دي بس انا نصها ايه. اه يبقى هي دي. طب سبنا من دي. تيجي للاخيرة. لما شلنا تو طلعت لنا هاذ ولا هاف? طبعا هاف. يبقى ازا هاذ دي ما هياش المصدر. بس خلاص. يبقى الاختيار السليم بتاعنا هو كلمة هاف. تمام? بس كده يعني عشان تحيله وانت متطمن وفهم يعني ايه فعل في المصدر. يعني الفعل بدون اضافة. وعرفنا دلوقتي الاضافات ممكن تكون ايه? او كلمة قبل الفعل. كل درسمها اضافات احنا مش محتاجينها مع المصدر. تمام? ده يعني سؤال. برضو لازم اتبعارف احنا من شوية اتفقنا. بص احنا ممكن نكتبها على جنب كده. علشان برضو ايه خلاص قصة وانتهنا منها. ايه هي القصة بتاعتنا بقى? انا طالما عندي. هي او شي او. سواني بس نسبوط الحرف ده. او شي او ات. تمام? هي او او ات. او مش لازم يكتب لهي ممكن يكتب احمد. مش لازم يكتب شي ممكن يكتب مونا. لازم يكتب ات ممكن يكتب كات كار. الحاجات دي كلها ماشي. اه فدي ضماير اه يعني او ممكن يكتب بضل ضماير الاسامي بتاعتهم. دولة دايما بيجي معهم حرف الاس. خلاص انا هثبتها كده الجروب بتاعي هي وشو ات عايزين حرف الاس. اما الجروب التاني لا اي وي داي يو مش عايز حرف الاس. عايز فعل في المصدر بدون اي اضافة. تمام. هل دي هتنفعني في السؤال? اه طبعا. تعالوا نشوف ازاي. انا عندي هنا في زمن كتب لي هنا ذاي. انا ببعارف انا طالما عندي. هنا فعل في المصدر في زمن اللي هي زي كلمة مثلا. تمام? شايفين كلمة دي? دي فعل فين? في المصدر. فالسؤال بتاعي بيبدأ بكلمة من اتنين. ما لهمش تالت. يا اما دو يا اما دز. ده فين? في المدارة على البسيط. يا دو يا دز. تمام? مش هفكر في از لاندي مش بتيجي مع المصدر. مش هفكر في ار لاندي مش بتيجي مع المصدر. احنا بنتكلم على اللي بيجو مع المصدر. انا كده هستبعد از و ار لاني ايه سبب الاستبعاد? ان انا هنا عندي فعل في المصدر. الطالب اللي عنده حب استطلعه نفسه يعرف. طب از و ار بيجو مع مين? لما هما ما بيجوش مع المصدر. ممكن يجي لو كاتب لي هنا اسم او صفة او حرف جر. كده يعني. اسم او صفة او حرف جر. دول بيجو مع دول. تمام? اما دو و دز ما لهمش دعوة بالاسم ولا الصفة ولا الحرف جر. اما ليهم دعوة بمين? ليهم دعوة بالفعل في المصدر. طيب. يبقى انا هنا محتار بين الاولى والتانية. يا دز يا دو. اخد مين فيهم بقى بسرعة? هقول لك انا. زي. افتكر الجروب بتاع زي. هاي الزي دي مع انا هنا في الجروب ده. بص كده في الجروب ده. هل زي موجودة? لا مش موجودة. طيب خلاص. اللي موجود في الجروب ده هو اللي بياخد الاس. يعني مفروض دز تمام? طب هي مش موجودة. فزي هنا هتاخد ايه? تاخد دو. خلاص? يبقى انا عندي زي. هتيجي مع اللي ما فيهاش اس اللي هي كلمة دو. طب افرد هنا بدل زي كنكتب لي هي او شي او ات. هناخد اللي فيهم اس بقى. يا طرى دو ولا دز اللي فيها الاس دز. يبقى كنا هناخد ساعتها كلمة دز لو هنا موجود هي او شي او ات. لكن لو مش موجود هي وشو ات. موجود اي او وي او ذي او يو هناخد على طول دو. وانا انا رفضها على جنب كده اقول دو مع اي وي ذي يو. دز مع هي شي ات. خلاص كده خلصت بالنسبة لي. وبعدهم على طول فعل في المصدر هنا. خلصت. تمام? تمام. يلا بقى نشوف اه اللي بعده. يبقى هنا دو ذي ستارت هل طبعا دو دو ازف اولي سؤال معناهم هل هل هم بيبدأوا الشغل بتاعهم بدري? يلا بقى نمبر فايل. the lesson doesn't not at ten اكلاك. طيب عايزين نحفظ بقى ان كلمة don't وكلمة doesn't دول بيجي بعديهم الفعل في المصدر. الفعل في المصدر يعني فعل بدون اضافة. يبقى انا عندي هنا كلمة doesn't او كلمة don't. لو موجودة عندي اعرف ان انا هاخد فعلة بدون اضافة. فعل في المصدر ادور بقى المصدر. الاولى فيها اس. لا شكرا. التانية تخليها دلوقتي. التالتة فيها ing. لا. الرابعة فيها ed. لا. كل دي اسمها اضافات ال ed وال ing والاس. يبقى انا كده اخدت ايه? start. الجملة معناها ايه? الدرس لا يبدأ. الساعة عشرة doesn't start يعني لا يبدأ. اللي بعدها do you هل انت? من فاكر احنا قلنا do does في اول السؤال? بيجي بعدها فعل في المصدر. يعني فعل بدون اضافة. نقرأ بصورها هتلاقى خلاص اتعرفت بقى المصدر فينا. مش عايزة تعب. السؤال معناه هل انت تزور اجدادك? كل يوم جمعا. طيب. does your father always? هل باباك دايما نقطة? طاي? يرتدي طاي? طبعا برضو هنا مع does? فعل في المصدر. بس انا بس عشان عندي your father always دي حسستنا ان لسه بادري لا ايه على طول does. بيجي بعدها الفاعل هو ده الفاعل وده ظهر في تكرالي وبعد كده ما نساش الفعل في المصدر. تمام? فمعناها هل باباك بيرتدي ايه? طاي يعني رابطة طوعنا كلها القرافات ده. how often do? بعد. how often do? بعد do على طول فعل في المصدر. يبقى انا هنا عندي كلمة do او does. فعل في المصدر. المصدر بتاعي هو go. مش عايز حد يقول لي went. لان احنا اتفقنا شي للاضافة. شلنا ال اي اس طلعت go. شلنا ال اين جي طلعت go. يبقى المصدر هو go مش went. went ده الماضي اللي هي ذهبه. do rabbits يعني هل الارانب نوعات carrots. do و does بيجي بعدها فعل في المصدر. المصدر هو like. الفعل بدون اضافة. هل الارانب بتحب بتاكل جزر? they تاخد don't ولا doesn't. وهنا جايب لي فعل في المصدر. طبع ما فعل في المصدر يبقى انا هاخد يا اما don't يا اما doesn't. مش هاخد isn't ولا aren't عشان isn't وارنت مع الاسم او الصفة او الحرف الجار. طيب. they تاخد don't ولا doesn't? they تاخد don't. doesn't مع he she it. تمام? يلا سريعا نشوف الخمسة شو الجملة دول. عندنا هنا. she play. الطالب الملكز يقول لي سواني مش احنا اتفقنا الجروب بتاع هي وشي و it بنحط s للverbi بقى she plays. basketball answer. دي بتلعب بسكت يوم السبت. we doesn't. لا. doesn't دي بتاع الجروب بتاع مين? بتاع هي وشي و it? يبقى المفرود we تاخد don't. we don't. تمام. اللي بعده. do the boys eat. لا. في اول سؤال do does عايز افعل في المصدر بدون اضافة. طب ايت. شوفوا حلوة الجرامر بقى ان انا حتى ايه ممكن معرفش ترجم الجملة كلها بس انا حافظه القاعدة. تمام? he have two brothers. خلي بالك من الفعل have علشان ده مش هنضف له اس. لا. هو اللي بيجي مع هي وشي و it? اسمه has. اما have دي بتيجي مع I, we, they, you. does your father not watching movies. هل باباك does? بيجي بعدها الفعل ما حدش يقول لي بابا اللي هو هي او شي فاختر له فعل مضاف له اس. لا انا اهم حاجة عندي فاول الجملة. لو في عندي does or do بحط الفعل في المصدر like. ماشي بدون اضافة. علي not make dinner everyday. علي. الفعل اللي مضاف القاسة بقى? يبقى نقول لي. علي makes dinner everyday. علي and احمد. طب هنا مش علي الوحد. تعالي وحمد. علي الوحد وهو هي. علي وحمد ما همش هي. ده هم ذي. يبقى ذي المفروض فعلهم يكون فعل فين? في المصدر. يعني بدون اي اضافة. make dinner everyday. بيعملوا العشب تحهم كل يوم. عمر and هم. هي هي اللي فاهم علي وحمد. يقول لعمر وعمر هم ذي. يبقى works هنخليها بدون اضافة. work. تمام? w o r k. work on monday. بيشتغلوا يوم الاتنين. we goes. لا. الجروب بتاع we مش محتاج اضافة. g o go. ماشي? does she usually does. عايز افعل في المصدر. يلا من watch نشيل الاضافة بتاعتها. اللي هي كلمة watch هنشيل منها ال i والs. watch. طيب. منال always. آآ عندنا كلمة try. عايزين نحط لها ال as. سي خلي بالك الفعل ده لما بنحط له ال as. الفعل الاخ هو y. قبله. حرف. second. بنقلب ال y ل i ونضيف e as tries. تمام. he doesn't. doesn't بيجي بعد الفعل في المصدر. play stop apply. فعل بدون اي اضافة. my brothers doesn't. لأ. brothers اخواتي كلهم مش اخ واحد بس. اخواتي كلهم اللي هما they. they ما تاخدش doesn't. they تاخد don't. ماشي? اما doesn't لو كان my brother. اخ واحد لو واحده. i doesn't like pizza. لا. هيا نفرطه ب i don't. doesn't مع هيو شوقات. i تاخد don't. our teacher always help us. our teacher always. المدرس بتاع المدرس هو هي او شي مدرس او مدرسة. فهي او شيء الفرب بتاعها ما ننساش نحط له حرف الاس. المدرسة بتاعتنا دايما بتساعدنا او المدرسة بتاعنا دايما بيساعدنا. ومعانا هنا التمارين بتاعة الدرس التاني. يلا الاستماع بقى بس الاستماع المراضي بتاعنا اه. زي ما قلنا الطالب بقى هي ارى دول ويجهزهم. we like planting trees. احنا بنحب نزرع شجر هنشوف ازا كنصح ولا غلط. trees are useful. الاشجار مفيدة. trees give give us carbon dioxide. الاشجار بتدينا سانيكسود كربون. trees give us candy. الاشجار بتدينا حلويات. يلا بقى انت انت ممكن تحلوهم من غير الاستماع بس لازم نستمع بقى. بص بقى احنا هنحل اثناء الاستماع. هنجوب اثناء الاستماع. يا اما true يا اما false. تمام. يلا نشوف اللي جابة بتاعتنا صحيح. نسمع. we like planting trees. دي اول جملة بتاعت. يب اول جملة true يعني صح. اهي. trees are very useful. آه. الجملة التانية سمعناها. true. they give us oxygen. بيدونا اكسجين. they give us shade. بيدونا shade اللي هو الظل يعني نعفيد. they give us fruits. بيدونا فواكه. it's got to make the place green. وبيخله آه المكان يعني اخضر بسبب اللون. طيب هنا بقول give give us carbon dioxide. بيدونا سنكسر كربون. الكلام ده ما حصلتش طبعا. حتى من غير اللي سماحنا عارفين ان الاشجار بتدينا ايه? اكسجين. وحنا لسه سامعنا. طب بتدينا candy هل الكندي بنشوف ها الشجر? لا طبعا. هو قال لنا ان هي بتدينا fruit. امام? بتدينا shade ادي الحاجات بتاعتنا. طيب. الاختياري عندنا هنا. how? طبعا اللي ارى بتاعنا عارف كويس ان ظروفة الكريبة بتاعتنا always usual never sometimes. كده يعني. عارف ان مفيش ولا واحدة فيهم بتيجي معه الا كلمة often. فهي often عنا كم مرة? do you play football with your friends? كم مرة بتلعب فوتبول مع اصحابك? اكي. اللي بعده. هي usually. مين فاكر ان هي عايزة فعلة مضاف له? اه هي سيدي. بيروح المدرسة بالبس. اي نقط. my cousins every week. انا بزور الكزن. اي طبعا الجروب اللي ما بياخدش اس visit. انا بزور ابناء عمي كل زبور. we don't like fish at all. ما بنحبش السمك خالص. يبقى بنكلو كمرة صف. تبقى we never eat it. they don't. من عارف don't بيجيب عليها? فعل في المصدر. ادي المصدر بتاعي. they don't play basketball on front days. ما بيلعبوش. كرة سلة ايام الجمعة. how often do you work? كم مرة انت تعمل? مش عارفين بقى. بس الطالب الشاطر ركز في حاجة معي. ايه هي اللي خلي بانك. السؤال الاول والسؤال التالت دول هينتهوا بعلامات استفهام علشان how يعني علامة استفهام. التاني والرابع مش عايزين علامة استفهام. علشان بس ما نلغبتش من الاولها. تمام. كم مرة انت تعمل? how often do you work? يا طرى? انا كده مش هبص في الاولى خالص. هقول له she go to see them. ادي السؤال بتاعي. لأ ازاي ما انا عندي هنا يوم. مش هسأل عن شيء. خلاص سبك منها. I eat lunch. برضو مش جاي معايا. ليه? انا عندي هنا يوم. ايه اللي جاب? ايه? طيب. خلاص كده عرفنا ان اللي جابة هي فين? how often do you work? كم مرة انت بتعمل? in the community garden في الحديقة المجتمعية. كده عرفنا الاجابة هي D. فاحنا ممكن نيجي هون. نعملها بطريقة تانية بقى. اللي احنا مثلا عند الاولى كده دي. نروح نكتب هنا حرف D. كده خلاص عرفنا ان الاولى هنوصلها بال D. تمام اللي بعدهم. اشجار النخيل يعني اللي تدينا البلع. ما لها? طبعا ده مش سؤال. ده بيبدأ بكلمة date. ما لها بقى الاشجار دي? do you do my homework? بعمل الواجب بتاعي. لا. سيبكم من الاسئلة. الاخيرة بتنتج فاكهة. ايوة بتنتج البلع. يوبا هي الاخيرة اللي تبقى ايوة اه فروت. يوبا هنا الاجابة بتاعتي هي ايه? تمام. اللي بعدهم. how often does? كم مرة does? بتيجي وراها هي او شي او ات او اي اس. طيب. فانا هنا عندي ازا كان في الاسئلة يا اما بي يا اما سي. طب هلا ينفع داز تيجي مع اي? لأ داز مع ايوة شو ات. يبقى اخراس يبقى هي الاجابة بتاعتي هي بي. يلا اخر واحدة معايا. بيقول لك اي انا دايما. انا دايما ايه? مفيش غيرها دو كأن الباقي دي حاجات تبع. ده تبع السؤال مش هتيجي ابدا معايا. تمام? في اي اي اولوز دو مي هومورك. يعني انا دايما بكتب الايه? الهومورك بتاعي. ونروح للباسج بتاعتنا. طيب. احنا ممكن نقرأ الباسج وبعد كده نحل الاسئلة. تمام? هنا بيقول لك ايه? او نعمل حكاية حب اللي ستطلع اللي اتكلمنا عنها قبل كده. واحدة واحدة. يقول لك المني فارست الغابة المصغرة هي عبارة عن منظمة بتزرع مناطق صغيرة من الاشجار في وسط المدن. كده عرفنا التعريف بتاع المني فارست عشان لما ييجي يقول لي. واحدة واحدة. هذه المناطق الخضراء الخاصة اللي في المدن يعني بتساعد اللي هم الناس يستمتعوا بالطبيعة. وبتساعد كمان اللي هي الايه? الحياة البرية بتاعتنا. هيونات ونباتات. ماشي. اللي بعده. في المني فارست بيحصل. بنعمل بجد بنزرع يعني وكده. وبندور على اماكن حلوة كده عشان نزرع. to find the best urban locations. عشان نلاقي افضل الاماكن الحضرية مش الريفية. الحضرية يعني اللي في المدينة. عشان نعمل فيها الغابات بتاعتنا. علشان الاماكن دي الناس والحياة البرية. النباتات والحيوانات. محتاجين اكتر حاجة. مش بنزرع هناك نباتات غريبة. بنزرع نباتات بلدي يعني تبع البلد بتاعتنا. في المشروع بتاعتنا. بنزرع شجر بيمه بشكل طبيعي. in an area and we carefully look after them. في منطقة معينة. واحنا بحرس كلب بنعملهم look after. يعني بنعتني بهم. them. until they become a small force. لغاية لما يبدأوا يوبوا ايه غابة صغيرة كده وحلوة في وسط المدينة. طيب. اللي بعض. people and mean تاني محتاج nature. لو رجعنا للنص بتاعنا هنلاقي اللي محتاج nature. people and wild life. الحياة البرية. يبقى هنا people and wild life need nature. محتاجين البرية. كتير خلص محتاجين الايه? الفوريس دي. not areas help people reconnect with nature. يا طرى الاماكن اللي لونها ايه? بتخلي الناس تتصل وتتواصل مع الطبيعة. الاكاة الاماكن اللي لونها اخضر يعني اللي كها شجر وهكذا طبقا لجابتها دي. what is manifest? ايه هي الغابة المصغرة? بس خلاص هي دي اول جملة بتاعتي. اهو. نروح مخططين كل ده لغاية كلمة cities. واحنا شرحناهم من شوية. how often do they grow foreign plants? كم مرة بيزرعوا نباتات غريبة? مرة ولا مرتين واتلاتة? لا. ولا مرة صف. ناشي? اللي فاكر معايا هيعرف انه هم قالوا. we never. we never plant foreign home. we never grow foreign plants in our projects. يبقى هم never. تمام? كده خلصة القطعة بتاعتنا. يلا نروح للترتيب. اه طيب اول جملة. ايام وكتب اليوش واليو تان بي ام وان بده وبفور. يبقى وحد عايز يقول انا همري ما بروح انا قبل عشرة. فهو هنا ايه? I am. I am. يعني انا وعارفين طبعا الظرف التكراري. I am usually in bed. بفور يعني انا بروح عادة بروح انام قبل الساعة عشر. تمام? before 10 p.m. بس. I am usually in bed before. او هنا كده عشان تشوفها كويس. او هنا. ايه بس كده. I am usually in bed before 10 p.m. اللي بعده. my dad. ابي. my dad. كتب لي always at a big breakfast in the morning eats. يبقى كده انا فهمت عايز يقول انه بابا بيأكل big breakfast في الصباح يعني. يبقى my dad. يطرق always eats ولا eats always. ده فعلا عادي. مش فربي توبيه. مش اما وزوار. يبقى نكتب always الاول. always eats. بيأكل بيأكل ايه? big breakfast. امتى? in the morning. في الصباح. morning. بس كده. اللي بعده. dunya and wail. ما لهم بقى? never late are for school. ماشي نكتب الاول. دنيا and wail are never ولا never are. لا احنا هنقول ان فير بتوبيه بيجي قبل الظرف التكراري تبقى. are never are never late for school يعني متأخرين على المدرسة مش بيكونوا ابدا المتأخرين for school يعني على المدرسة. تمام? اللي بعده. how? اه لا ما احنا عرفنا الترتيب بقى بتاع هاو. احنا عرفنا ان هاو بيجي بعدها يعني كم مرة بعدها دو او دس جايب لي دو. بعد كده الفعل بتاع you. بعد كده الفعل في المصدر go. هيتفضل لايه? to the dentist. هيتو بقى الى طبيب الاسنان كم مرة بتروح الى طبيب الاسنان dentist. طيب. اخر واحدة معي في الترتيب. it rains the western doesn't rarely in. عايز اقول انها نادرة ما تمطر في الصحراء الغربية. it آه. rarely rains or rains rarely. طيب. it آآ الظرف التكراري في الاول اللي هو كلمة rarely rains in the يعني آآ نادرة ما تمطر in the آآ western desert. في الصحراء الايه? الغربية. بعد كده طبعا عندي ايميل وزي ما قلنا اهم الايميلات بتبقى مكتوبة معنا في الكتاب بس لو محتاجينها نكتب في وان شاء الله نحل لها مع بعض. آآ كده خلصنا احنا لغاية صفحة سبعة عشر سبنتين. آآ وبكده خلصنا الدرس الاول والتاني نشوفكم ان شاء الله آآ في الفيديو القادم مع الدرس التالت الرابع والخامس ونخلص اليونت كده احنا كده اليونت خدناها على two videos. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.